ما كانش عندنا دور قبل كده فيه لا اوبك ولا اوبك بلس ولا الغاز ولا ما كانش عندنا حاجة يعني موضوع الغاز واهتمامنا به احنا عندنا شوية غاز موجودين الحمد لله وربنا كرمنا والاخيره طب المشكلة طالما انا منتج غاز منتج حوالي 1% من مصف المية من انتاج العالم عندي احتياطي حوالي 1% وزيادة شوية من احتياط العالم 4% احتياطي الضوال العربية عندي شوية حاجات اعتقد اعتقد انه فكرة قيمة المضافة على ما لدينا من احتياطي القيمة المضافة هي ايه هي القيمة الليجستية بقى عندنا احنا موقعنا الليجستي او الجورافي بيمكننا من استقبال مصارات الخطوط وعندي مكانين لتسييل الغاز في دمية تؤيتك استغلال هذا الموقع والامكانات الليجستية والتسييل بالاضافة الى الغاز اللي مكتشف لعندي خلى لي قيمة مضافة اكبر من دول بتنتج اكتر مني غاز يعني في دول بتنتج قريبة في الاقليم اضعاف اضعاف غاز لكن ما عندوش القيمة المضافة الليجستية القيمة المضافة الاقليمية القيمة المضافة اللي عندي بالتالي احنا النهاردة ده ايدكو ده ايدكو دميات دي تسهيلات والتسهيلات اللي بتعمل بتحول الغاز من حالته الغازية الى حالته السائلة عشان يتحط في مراكب ويطلع يتصدر دي الامكانات بتاعتنا اللي خلت الناس كلها تبص علينا وتقول ان الدولة دي مهمة في هذا الاطاطة